تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع أربعة ألاف ومائتي وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة انتهت وزارة الإسكان اليوم من عملية توزيع وحدات مشروع الرمل الإسكاني على المواطنين المستحقين على دفعات متتالية وأكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن مشروع الرمل الإسكاني من شأنه يسهم في حل حالة العديد من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار ناسيما طلبات محافظة العاصمة مضيفا أن مشروع الرمل بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى ستسهم في إحداث نقلة نوعية من حيث عدد الطلبات التي تم تلبيتها في مختلف محافظات المملكة وأضاف الوزير أن مشروع الرمل الإسكاني يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة المدرجة ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الالتزام الوارد ببرنامج عمل الحكومة بشأن توفير 25 ألف وحدة سكنية ونوها إلى الدعم الكبير من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لإطلاق مشروع الرمل الإسكاني وبدء توزيع وحداته الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الموقرة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها وتابع المهندس باسم الحمر أن وزارة الإسكان تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتوزيع المشاريع الإسكانية لتوزيع أربعة ألاف ومائتي وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد والذي ستواصل الوزارة خلاله بتوزيع وحدات توبلي وشققه السكنية فضلا عن وحدات المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ورياض عسكر مؤكدا حرص الوزارة على الانتهاء من هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن بعد أن انتهت من توزيع مشروع دمستان وشقق اللوزي ووحدات مشروع ملحصم الإسكانية اشتركوا في القناة